السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده هنتكلم عن باقي يونت 1 اللي هو درس 3 و 4 اللي هو lesson 3 and 4 نبتدي على طول في grammar طبعا بيقولي ان بعد كده عندي expressions تانية او verbs تانية بتعبر عن الزام وضرورة والكلام ده زي A زي have got to we need to تمام بعد كده بيقولي برضو ان الحاجات دي برضو اي حاجة لها الزام بيكون لها past form وليها future form ايه هما يعني بيبقوا ممكن اتكلم عنهم في الماضي لو الجملة في الماضي يعني هستخدم بدل have to has to هستخدم had to وبدل need to هستخدم needed to اوكي تمام وبرضو بيقولي ان لفجت الجملة في الفيوتر يبقى انا هستخدم فيها future هستخدم فيها بدل have to و had to هستخدم will have to وبدل need to هستخدم will need to فدي حاجة سهلة طيب استخداماتهم ايه هم نفس الاستخدامات عشان كده مستحيل يكون الجملة فيها كل الoptions دي بيبقى جيب لي بس option صح والباقي كله غلط طيب بعد كده المربع الى تحت برضو بيقولي ده النفي بتاعهم do not have to does not have to we need to هتبقى needn't و needn't مش بيجي بعدها to ولازم نبقى وغدين بالنا needn't مش بيجي بعدها to خالص needn't بيجي بعدها الverb على طول we don't we doesn't need to طيب وبردو بيقولي ان ال past بتاعهم بفيه بقى هنا trick نازم اشرحها ايه هي بيقولي ان هو لو انا بتكلم معنى حاجة المفروض ان انا كنت عملتها بس انا فعلا ما عملتهاش هستخدم did not have to طب لو الحاجة دي انا فعلا عملتها وانا برضو مفروض ما كنتش عملتها دي كده هستخدم needn't have واستخدم البيبي طيب اعرفهم منين الجملة هتكون مبينة سواء انا عملت الحاجة دي ولا لا يعني لو قلت مثلا ان امبارح الدنيا كانت بتمطر فانا اا ما كانش المفروض ان انا ننزل دي جملة غير لو انا قلت امبارح كان الدنيا بتمطر فانا المفروض ما كنتش ننزل عشان انا هدومي تبلت معادة ان انا قلت ان انا هدومي تبلت معنى كده ان انا فعلا عملت الشيء ده فانا هنا بعرف اميز ما بين الجملة اللي انا لم يكن ضروريا فعل شيء فلم افعله والجملة التانية لم يكن ضروريا فعل شيء ولكن تم فعله بس وبرده بيقول لني اللي هو وبرده نسيت اقول برضه في بيكون في برضه والكلام ده كله وبرده زي ما قلت بيكون مبين جدا انا بختار انا واحدة منهم يعني مستحيل يجيب لي كله الصح وان انا اختار واحدة منهم لا اهو بيجيب لي حاجة كلها غلط ومفروض ان اي واحدة منهم بس اللي تبقى ماشية بس هتعلو نبتدي في الحل على طول اول واحدة since his car was being repaired he can go to Alex by train اولا هنا عرفت ان في was being repaired فانا عرفت ان الجملة دي ماضي فانا بقى قدامي optionين had to and didn't have to هشوف بالمعنى هو بيقول لي ان العربية بتاعته كيف بتسلح فهو كان مضطر ان هو يروح اسكندرية بالترين فهو نختار هاتو مش انه فيه طيب ياسمين نقط بي كيرفل with what she eats because she has diabetes الديابيتس هو المرض السكري او السكر فياسمين needs to be careful محتاجة ان هي تكون كيرفل وهي الوحيدة هنا برضو الا هتنفع زي ما قلتلكو ان هو ما بيدينيش choices كتير تنفع لا بيديني واحدة هي اللي تنفع او بكتير اتنين وانت بتختار الاصح طيب رقم تلاتة you can wash these fruits i've already washed them يعني i've already washed them يعني انا الفعل غسلتهم فانت مش محتاج ان انت تغسل الفروتس فالوحيدة اللي هتبقى مش محتاج اللي هي neednt رقم اربعة نقاط this furniture yesterday it was really unnecessary ما كانش فعلا ضروري فهنا الوحيدة برضو اللي هتنفع في الoptions دي كلها هي neednt have boat ما فيش حتى did not have did not boat طيب منا نقاط take her sunglasses because it was cloudy sunglasses هي نظرة الشمس و اللي بيقول له ان الجو مغيم فهي بالتالي did not have to take her sunglasses لي مش هين فقط neednt have because neednt have بيجي بعدية بيبي فهنا مفيش بيبي اصلا هي take هي مفروض take took taken فهي هنا جاية take في الجملة فمش هي نفع اخد neednt have اصلا بيبي طيب رقم واحد بيقول لي you not take that boat back to the library yet you can keep it for another week يعني you can keep it for another week يعني انت ممكن تخليه عندك اسبوع كمان سو هو لما بيقول لما بيبقى في الجملة بيديني option تاني option تاني خالص ممكن عمله فده دايما بيكون need or have to والكلام ده كله بس هنا اللي هي طبعا اللي بالمعنى هتكون do not need to يعني انت مش محتاج ان انت ترجع الكتب رقم اثنين نقط be late this is the most important meeting of the year لما اقول ان ده اهم meeting في السنة اهم اكتماع في السنة يبني طبعا بختور mustn't ان mustn't دايما اقوى mustn't دايما بفعة القوانين اللي هي الصرمة جدا او الحاجات اللي فيها غرامة او 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 المهم رقم 3 i want to go to the university not i apply before the end of the week طبعا الوحيدة اللي هتنفى هتكون need to i need to apply before the end of the week ليه؟ لان هي اولا جملة عادية مش في الماضي عشان اختارها to وبالمعنى هي need to رقم اربعة you can buy that pack that you can borrow mine انت ممكن تستلف بتاعي كده انا عم اقولت برضو زي جملة رقم واحد لما بيديني option في الجملة التانية معنى كده ان انا ممكن اختار need فهنا الوحيدة اللي هتبقى بالمعنى هتبقى neednt رقم 5 my grandfather not at work 6 days a week when he was young عرفت اني الجملة في الماضي بوز فانا هاختار had to رقم 6 i held my father with repeating things in the house yesterday برضو yesterday عرفت اني اقوم لف الماضي فاختار had to رقم 7 i can wear a tie i do it because i like wearing ties انا مش لازم ان انا البس tie مش لازم ان البس جرفتة i do it because i like wearing ties انا بعمل كده بس عشان انا بحبهم فهنا هتبقى طبعا بالمعنى i do not have to فيش ولا واحدة اصلا بتدي نفس المعنى طيب عشان ننجز رقم 9 you can get off the bus before it stops it's dangerous لما يديني جملة تانية بتأكد الجملة الاولانية لما هو قال لي it's dangerous دي خطيرة معنى كده اني دايما mustn't اي حاجة فيها الزام قوي جدا اي حاجة لما بديني جملتين معنى كده ان اخد بالي من حاجة دايما بيكون must و mustn't فاختبر mustn't برضو الباقي كله سهل عشان بس نجز عشان هنحل كل الexercises طيب رقم 17 in some countries children wear school uniform انا قلت في الفيديو اللي فات ان دايما مع ال school rules دايما بتختار don't have to does not have to طيب children من فاش تاخد طبعا does not need to لان children they و they ما بتخلش does فالوحيدة اللي هتكون نافي وهتنفع اللي هي do not need to و زي ما قلت لكم ان هو ما بيدينيش كذا option ينفعه في نفس الجملة طيب برضو الباقي برضو كله سهل مثلا نشوف رقم 23 in order to log on the internet سالي كذا her user id طبعا انا هنا بتكلم على user id بتكلم على الحاجة فيها id فدايما بختار معاها must فسالي must enter اللي ما انفعش has got to entering لان اصلا مفيش حاجة اسمه has got to entering برضو بقي سهل مثلا اللي بعديها i'm sorry but you because i eat in the classroom you cannot eat in school buildings هنا بتتقال بمعنى بمعنى rule هنا بمعنى قصدي زي قانون هنا مش بتتقال بالمعنى اللي هو طالب مثلا بيكلم طالب او كده هو هنا بيقول له في حد هنا بيكلم يقول له i'm sorry but you mustn't eat in the classroom فهنا الوحيدة فعلا هتبقى ماشية جدا هتكون mustn't واصلا اصلا مفيش do not have to لو في do not have to ممكن ممكن اختارها بس هي مش هيجيبلي الاثنين في نفس الجملة طيب رقم 26 برضو سهلة طيب نبصة على 7 وعشرين it's a free smoking area يعني اي it's a free smoking area لما بحط free مع اي حاجة بيبقى معناها نا خالية من فهي لما قلت free smoking area يبقى هي نترجم بالعكس مكان خالي من ال smoking من التدخين فاكيد you mustn't smoke اي حاجة فيها smoking بتكون دايما معاها must and mustn't طيب رقم 28 وكذا talk to each other because it was an exam لما باجه اتكلم اقول was انا عرفت ان هي قضي ماضي طيب هيب عندي اتنين في عندي mustn't تمام وعندي فيها weren't allowed to طيب انا عرفت ان الجملة في الماضي اللي هي was mustn't دي كده مش في الماضي لو انا عايز اختار mustn't في الماضي بيكون لها شكل تاني اللي هو mustn't have والبي بي ده كده mustn't في الماضي طيب ملقتهاش اللي هي تنفع هنا هي تنفع هنا weren't allowed to طيب رقم 29 you mustn't take photos near military places this means that you cannot انت ما ينفعش اصلا طيب رقم 30 you kaza put salt in her food the doctor said she cannot eat salty food طبعا هتكون mustn't لان حاجة اللي ده بصحة وقلت في الفيديو اللي فات ان اي حاجة اللي ده بصحة بنختار must to mustn't بنتخش عال exercise بتاعات الجنرال بتاع الجم I've been مثلا اول واحدة I've been tired all week I guess I get more sleep طبعا هنا عرفنا ان هي must ليه لان الباقي كله ماينفعش خالص ولا needn't ولا نافي اصلا ولا have got لأ have got to وماينفعش برضو do not have to فهي تبقى must الباقي كله سهل بس ان نبص على رقم تمانية علا lost her passport نقط get a new one رد علي قالت no she didn't فعرفت على طول ان السؤال بدد فهتختار الوحيدة اللي فيها دد هتبقى did she have to رقم تسعة مروا كزا email her homework to her teacher because she forgot to take it to class yesterday عرفت ان الجملة كلها في الماضي فبسيت بس على options في الماضي مرقيتش اللي option واحد بس في الماضي اللي هو هاتو طيب البي برضو سهل طيب مثلا الجملة برقم 13 واحد بيسأل صاحبه بيقوله هو اختك المنفروض تدفع لدكتور فقاله لا هي عندها تأمين صحي او تأمين طبي الجملة مفاش اي حاجة مفاش اي نوع مثلا من مصد او الكلام ده كله فبالتالي اللي جابها هكون does your sister pay to does your sister have to pay كذا كذا فهو هي رده يقول no she does not because she has medical insurance مفيش اي حاجة غلط في الجملة هو ده التركيب الوحيد الصح طيب رقم 14 هاي احمد where is your dad فقاله oh he go to work because there was an emergency عرفت من woes ان الجملة في الماضي عايز اقول ان هو كان ان هو خرج لان كان فيه كذا 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 فهقول oh he had to go to work الوحيدة طبعا برضو اللي تنفع طيب رقم 16 دي منهج دعب بالجرامر بس هي فيه زي دايما في السياسة او دايما حاجة اسمها كلمتين بيقوا ربعض بيكون اسمه economic situation مش economic occasion ولا economic location ولا اي حاجة من حاجة دي اسمها economic situation وده وانوش دعب بالجرامر خالص طيب طيب رقم برضو 26 فقوز بتاع الكلمات كلمات you do not have to answer so shortly if i asked you a simple question يعني ايه يعني انت مش تازم ترد علي بهز يعني بالقوة دي او مثلا بالتطويل دوت او بالتفاصيل دي لو انا سألتك simple question طيب برضو رقم 29 برضو برضو the receptionist asking me to complete the form with my personal data يعني اي يعني بي معلوماتي الشخصية بتتقل with my personal data complete with يعني تكمل بي بس باد تقول له برضو سهل it's a pleasure it's a special pleasure for me to be here with you برضو دي تابعلك locations طيب سؤال I choose the correct answer دوت برضو سهل جدا ده بيكون في الworkbook فبيبقى سهل جدا هناخد سؤال فعل هو كله بيبقى عايز احط الزمات عشان ده تابع درس الزم ماشي يبقى I must look after my brother ماشي هي بقى طيب برضو I mustn't let him watch tv until he finished it ما ينفعش انا مش هسيبو يتفرج تلفزيون لحد ما يخلص الhomework بتاعو طيب بعد كده هي نقط he had one in the morning هو بالتالي خد واحد الصبح هو بالتالي استحمى الصبح يبقى هو ايه يبقى هو مش محتاج ياخد واحد كمان مش هستخدم هنا must انا استخدم هنا need فاقول he needn't have a bath he had one in the morning عشان هو انا عدينا على اسئلة من ده كتير في الفيديو دا وتفي الفيديو اللي فات فعرفت ان هو لما بيخيرني بين حاكتين لا الفيديو ده بس لما بيخيرني بين حاكتين ولأ ولما كمان بيخيرني اللي هو he had one in the morning فيه كزا جملة كانت شبهها وبالطول بختار needn't have او بختار اللي فيها need طيب there is a cake on the table but i mustn't eat it all and i have to leave it for my sister طيب بعد كده بيقول ايه نقط the washing up mother is going to do it tomorrow فانا هقول ايه نقط brush my teeth انا قلت دايما اي حاجة اللي هده بالصحة تبقى must فهقول i must brush my teeth ده كده fill بعد كده متخش على برضو الاكسرسايزز دي ودي تقريبا اخر اكسرسايزز في unit 1 مثلا رقم واحد هو طبعا اغلبيتهم سهلين انا هقولها الحاجات بس الصعبة رقم 1 اللي هي it's a piece of paper that gets information about a product اللي هي الورقة اللي بتبقى منزوقة ورا اي برطمان جايباء او الكلام اللي بقى مكتوب ورا chips ولا الكلام ده كله اسمها ايه اسمها label طيب اللي باقي برضو كله سهل وكله لضعب الكلمات مثلا number 6 a score of 80 or more is that you are doing very well طبعا هنا اعز اقول ان هي لو انت جبت 80 او اعلى فدي علامة على انك مستوىك كويس طبعا دي sign ليه مش signal السيجنال هدعو اكتر بالاشعارة بتاعت التليفون الاشعارة بتاعت الدش الاشعارة اللي هي الحياة الحسية شوي طيب رقم 7 passengers كذا talk to the driver while the pass is in motion بقولي ان ال pass وهو بتحرك المفروض ان هما ما يتكلموش مع لحسن تحصل حدثة فباسنجر mustn't talk to the driver بس بعد كده برضو الباقي كله سهل 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 مثلا مثلا رقم 9 i kaza all these trees but i did يعني ايه يعني انا مكنش المفروض اعمل الحالة دي بس انا عملتها اللي هي ايه اللي هي needn't have both مش التانية مش didn't have to بس الباقي سهل طيب اخر اتنين it's late and the babies are asleep يعني asleep يعني نائم you kaza make so much noise فاكيد you mustn't make so much noise لما انا قلتها بلكده لما بيديني جملتين واحدة بتأكد التانية او واحدة بتكلم عن التانية جامد فمعنى هكده انها must or mustn't فها طبعا you mustn't make so much noise ورقم 16 الاخيرة i kaza finish this essay today it has to be handed in pie tomorrow انها تتسلم بكرة على طول فانا طبعا i must finish this essay ده كده الزام داخلي فدايما بختار معا i must سيكون حالينا كل الاسئلة بتاعيت unit 1 الفيديو ده و الفيديو اللي فات ان شاء الله هعمل فيديو عن يونت 2 برضو فيديوهين lesson 1 و 2 و lesson 3 and 4 if you like the video please press like لو الفيديو مفيد اعمل like ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت في comments هرد علي وما تنسوش تعمل subscribe للشانل وشكرا باي باي znaczy atيا اشترك